إيمانا منهم أنه لا سبيل للخروج من الوضع المعقد الذي دخل به اليمن إلا بمواصلة التعلم استقبل اليمنيون تدشين مرحلة الالتحاق بالجامعات بحماسة وحفاوة عاليين ولعل توافض الآلاف في الأيام الأولى من التنسيق في جامعة تعز دليل على تمسك اليمنيين بمستقبلهم مع ذلك تبقى الأبواب مصدتا بوجوههم نتيجة المعوقات والحواقز المتصلة بقلة عدد المقاعد المتوفرة لا يزال الأبناء تعز متمسكين بالتعليم رغم الظروف الحاصلة رغم ما يمر بالمحافظة على مستوى الحصار وعلى مستوى تدني الخدمات لكن مع ذلك لا زلنا نتمسك بالتعليم لأنه هو الحب الوحيد الذي سيخرج من هذه المحنة التي نعيش فيها لكن المشكلة أننا نصدم في الالتحاق بالجامعة حيث أن الطاقة الاستيعابية لا تتقاوز ستين مقعد خصوصا في كلية الطب والمتقدمين قد يصير الآلاف لقد أثرت الحرب في اليمن على عملية التحصيل العلمي وترد العملية التعليمية منشآت تعليمية تم تدميرها بالكامل بشكل ضاعف من صعوبة حصول اليمنيين على المقاعد وصعوبة الالتحاقهم بالجامعات استقبلنا أكثر من ثلاثة ألف ومائتين طالب وطالبة في هذه السنة وتم المفاضلة على ستين مقعد نسبة المتقدمين على نسبة المقبولين صغيرة جدا ويرجع بشكل رئيسي إلى أن كلية الطب في مدينة تعز لم يكتمل إنشاءها بسبب الحرب والمقر السابق له الآن تم تدميره بشكل تام والكلية الطب الآن مستضافة في كلية العلم التطبيقية ونتيجة ذلك تم تقليص الطاقة الاستعابة لهذه الكلية يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفي ظل الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية أصبحت طلاب اليمنيون عاجزين عن الالتحاق بالتعليم في الجامعات الخاصة التي تضاعفت نفقاتها بسبب تدهور الوضع الاقتصادي المستمر وانهيار العملة المحلية الأمر الذي لا يتسبب بحرمان البعض من الالتحاق فقط بالتعليم بل دفع الكثيرين إلى التوقف وهم في منتصف الطريق وبشأن التوصل إلى حل لهذه المشكلة يترقب اليمنيون حلا سياسيا بين الأطراف المتصارعة في البلاد على أمل أن تنتهي كل المشكلات اليمنية وأبرزها مشكلة التعليم ووحده ذلك ما سيخفف معاناة اليمنيين المستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام معاذ منصر اليوم تعز